بتعمل نقطة شرطة كمان موجودة كمان يبقى عندك الشرطة موجودة معاك بحيث لو حد اي حاجة يقدروا كمان عنصر الامن والامان مهم في كل حتة كلام ده مكانش موجود زمان بتعمل بقول لحضرتك لما بتعمل محلات زي كده بتشغل فيها ناس بتشتاني الهدف مش اه افتح حاجة للناس عشان الناس تشتغل فرص عمل ليهم للشباب اللي اشتغلوا الشركة الوطنية النهاردة ولا انا بتكلم عليها وعشان نوريكم اشتغل حاجات مهمة اهم الشي عندها النهاردة فرص عمل للشباب وانا بقول لحضراتكم اللي عايز ليشتغل عندهم شغل عندهم شغل عندهم فرص عمل اللي بيشتغلوا النهاردة احنا بنتكلم عندك حوالي الف بطريق مباشر عندك الف غير مباشر اللي هي الشركات والمقاولات وغيره وعندك حوالي كمان ست تلاف كمان شغالين اللي هي يعني ما بين خمسة واربعين لخمسة وخمسين سنة نتكلم على سبعة تمن تلاف منهم مية وخمسين بنت فتاة مية وخمسين بنت منهم خمسة من خارجات كلية الاعلام معلومات دي دا مش كده خمس بنات من خارجات كلية الاعلام شغالين في هذه الشركة شكلهم نظيف لطاف هتلاقم على طريقة سمعالية هتلاقم على طرق السخنة هتلاقم على طريق مصر الكندرية هتلاقم على الطرق هتلاقم موجود قد المواقف موقف بدر موقف مش عارف فين عشان حيث تبقى عارف المكان تركف في مكانك الدولة بتهتم الدولة بتراعي بتراعي ربنا وبتراعي شعب العظيم كمان عشان نقدر كمان نبقى واضحين ها دي ها ده هو شوفوا البنات وهم ده بالمناسبة دي محطة الرسوم الجديدة على طريق اسماعيلية وفتتحة تاول مبارح الجمعة اللي فاتت من السبوع اللي فات يعني شوفوا البنات كمان شوفوا اللبس بتاعهم يعني خلي بالك أنا بقول لحضرتك إنك عندك حاجة متغيرة تاني بقول أنا اللي بقول لكم على الهواء هو فيه فرص عمل لللي عايز يشتغل الشركة اللي عندها الهدف إن أنا بعمل ده وبعمل محلات وبعمل شغل عشان أقدر أخلق فرص عمل ليكم الهدف النهاردة الشباب ما حدش يقول مش لا لا أنا اللي بقول لك على الهواء هو اتفضل لو سمحت قدم للشركة الوطنية للطرق هتشغلك هتشغلك عندهم فرص عمل كتيرة اللي قدامكو ده أقف يوسف هنا لو سمحت شي اللي استرابه ورجع لأيوة ده طالب خريج كلية تجارة اللي شغال على مكنة التخطيط المكنة دي أنا لسه مبارح كنت بشوف مكنة وقلت يا ربي مش عندنا ليه طب والله لقيت المكنة دي عند النهاردة الصبح طب والله مبارح كنت بتفرج عليها في حاجة كده خارجية فقلت طب أنا مش عندي ليه المكنة دي بقى لما الناس ينزلوا الشارع ويعودوا خططوا لقيت الفيديو ده جاي للصبح اللي قدامكو ده وده خريج ده واخد أولا سافر ألمانيا ده كريم فادي كريم اللي شغال على المكنة اللي قدامك دي كريم ودوه ألمانيا عشان ياخد تدريب هناك وريني المكنة بتعمليه في الطريق مكنة بتخطط الطريق ما بقاش النهاردة يمسك الفرشة ويخطط بقت المكنة اللي بتخطط قدام حضرتك هو ده كريم فادي كريم بحييه طبعا خد دورة تدريبية في ألمانيا عشان يعرف يشغل المكنة لقضام حضراتكم شوفوا انت وصلت الفين أنا بديك بعض النمازج عشان